طبعا القصة الشهيرة بعتقد في تكوين ستة انه بنوا الله وبنات الناس وخلفوا الجبابرة البعض بقول انه ملائكة والبعض الاخر بقول لا لا يمكن شو رأي الاخ يوسف يعني رأي المتواضع اميل لهؤلاء الذين قالوا انهم ملائكة رغم اني اعلم تماما ان هناك صعوبات على ناحيتين وكمان ان هناك ناس محترمة اقدرها في فهم كلمة الله بيؤيدوا الرأي ده وبيؤيدوا الرأي التاني لكن بحسب رأي المتواضع اميل اكثر الى يعني يهوذة مثلا ما يقول لنا فاريد ان اذكركم ولو علمتم هذا مرة وبعدين يجب لنا الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم فين نعلم علمنا هذا منين غير من تكوين ستة يعني لو قلنا لا تكوين ستة مش بيتكلم على كده يبقى عايزين واحد يشرح لنا يهوذة ستة ويقول لنا هو بيتكلم كان عن ايه او ممكن يكونوا شياطين لبسوا اشساد ناس ما هو دل لحصل بس هم ما كانوش وقتها شياطين لسه كانوا ملائكة بقوا شياطين لما تركوا حالتهم الاولى مسكنهم وادول اللي بيستهينوا بالسيادة وانترتها من خارجوات